اشتركوا في القناة اقنع المدرسين المتعاقدين والمياومين غب الطلب وعمال الاكراء في كهرباء لبنان لكن بري استعص عليه النقل البري الماضي في ادرابه يوم غدا ستصل اصوات عمال النقل الى السرايا غدا لكنها لن تجد رئيسها في الداخل بعدما غادر الرئيس نجيب ميقاتي الى بروكسل في زيارة عمل رسمية اعقبت جلسة لمجلس الوزراء كان البارز فيها عدم الاتفاق على الانفاق بقي رئيس الجمهورية عند قراره بعدم التوقيع على انفاق 8900 مليار لكون هذه الخطوة تشكل مخرجا غير دستوريا ومعرضا للطعن علما ان مساع سياسية كانت قد بدأت منذ الامس لاقناع الرئيس بالتوقيع خاضها الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش غير ان سليمان لا يبدو انه في صدد القيام بدور على مجلس النواب ان يحسمه مصادر وزارية قالت للجديد ان كل بنود مجلس الوزراء من المغتربين الى الخبز لم تستحوذ على دقائق لاقرارها فيما صرف الوزراء نحو اربع ساعات على موضوع الانفاق حيث وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء الذين طالبوه باستعمال حقه الدستوري في التوقيع وقالت المصادر ان الوزراء الثامن من اذار تحديدا ابلغ رئيس الجمهورية بان الخيارات امامهم اصبحت محدودة ولا بديلة تشريعيا بعدما عطلت المعارضة مشروع القانون الذي كان مطروحا على ثلاث جلسات عامة وبعد جدل طويل اقترح رئيس الجمهورية على الوزراء اعداد مشروع جديد يرسل الى مجلس النواب يتحدد له جلسة عامة واذا لم يقر خلال مهلة الاربعين يوما عندها سينظر الرئيس في امر التوقيع فهم الوزراء من وراء هذا الطرح ان رئيس الجمهورية لا يريد اغضاب الرئيس فؤاد السانيورة وان لا حل للثمانية الاف مليار ما لم يتوافر الحل للستة عشر مليارا التي صرفت في عهد السانيورة لا اموال للانفاق العادي ولا الرياضي فمجلس الوزراء لم يتبنى طرح وزير الشباب والرياضة فيس الكرامي المتضمن تأهيل المدينة الرياضية بكلفة ثلاثة ملايين دولار لاستضافة تصفيات كأس العالم في كرة القدم وبطولة اسيا في كرة السلة واذا ما استمر الرفض فان ذلك سوف يحرم المنتخب اللبناني من اللعب على ارضه وبين جمهوره ترجمة نانسي قنقر